غزة وضعت الجميع في حالة انتظارية ليس فقط القوى السياسية في لبنان وضعت حتى الخليج في مرحلة انتقادية وضعت إسرائيل في مرحلة انتقادية وضعت لبنان في مرحلة انتظارية وبالتالي أعتقد بأن القوى السياسية تقرأ المنطقة أو تقرأ بالسياسة اليوم من الخارج إلى الداخل من غزة إلى الداخل هناك من يأمل بأن غزة ستضعف حزب الله وهناك من يعتبر بأن غزة ستقوي حزب الله وبالتالي سيرتد على لبنان بمشروع غلبة وهناك من يعتبر بأن إيران ستضعف من بعد غزة هناك من يعتبر أو يراهن على صعود إيران من بعد غزة أنا أعتقد بأن هذه رهانات صغيرة ولكن موضوعية يعني هو مشروع